الحمد لله و كفا و سلام على عباده الذين اصطفى و بعده لازلنا بفضل الله جل وعلا في سلسلتنا الطيبة المباركة و التي تحت عنوان سماحة الإسلام و تحدثت لكم في الحلقة الماضية بإذن الله جل وعلا عن سماحة الحبيب النبي محمد صلى الله عليه و سلم مع اليهود الذين آذوه و وعدتكم بإذن الله جل وعلا أن أتم الأمر في هذه الحلقة أيضا إن شاء الله جل وعلا و لذلك لما حدثتكم عن مثلا إذاء هذا السحر اليهودي الذي يعني افتعل هذا السحر للحبيب النبي محمد صلى الله عليه و سلم أتيتكم بإذن الله جل وعلا بالرواية و بالنسبة لتخرير الجوال ليس فقط عند الإمام أحمد لكنها في الصحيح أيضا إلى آخرين و وعدتكم أيضا أن أتي بأكثر من ذلك من إذاء اليهود لكن طبقا لوقت الحلقة إن شاء الله جل وعلا أتي لأكبر جريمة فكر فيها اليهود أو دبرها اليهود للنيل من الحبيب محمد صلى الله عليه و سلم و أتيكم في مقابل ذلك بسماحة الحبيب النبي محمد صلى الله عليه و سلم تجاه ذلك طبعا إحنا لا ننكر على الإطلاق في بداية دخول الحبيب النبي محمد صلى الله عليه و سلم في المدينة و في بداية مهد الدعوة في المدينة لا أغصر في مكة في المدينة و تكوين المجتمع المدني القوي بمرجعية دينية إسلامية في مدينة النبي صلى الله عليه و سلم كان الإذاء أيضا من اليهود إما بالكلام و إما بالتشكيك و إما بالتشكيك في دعوته صلى الله عليه و سلم بل فكروا أيضا في قتال النبي وقتل النبي محمد صلى الله عليه و سلم خانه بن قريضة و نقض العهد مثلا على سبيل المثال و غيرهم فكروا في إذاء النبي صلى الله عليه و سلم بإلقاء حجر على رأسه صلى الله عليه و سلم لأتخلص منه إلى آخر هذه الأمور لكنهم ما أفلحوا أبدا ما أفلحوا أبدا لماذا؟ لأن الله جل وعلا يتولى نبيه والله يعصمك من الناس لا بد أن يتم الوحي ولا بد أن تكتمل الدعوة والرسالة مهما حاول المجرمون أن نيل من ذلك طيب تعالوا كده لإروال جبالكم الجديدة هذه بإذن الله جل وعلا ونستخلص منها معلومة جديدة بقولكم فعلا أن نستخلص منها معلومة جديدة ليس في السماحة فقط بل في الأجر العظيم للحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم الحديث طبعا عند الإمام بخاري في صحيحة عند مسلمين في صحيحة من طريق الصحابي الجليل أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم وارضي الله عن أنس بقول أن مرأة يهودية أهدت النبي صلى الله عليه وسلم شاه مسمومة أو أتت للنبي صلى الله عليه وسلم بشاه مسمومة هي أهدت ولذلك استفاد العلم والفقها من ذلك جواز قبول الهدية من الكافر جواز قبول الهدية من الكافر وفي ذلك كلام لابن قرامة وغيره من الفقهاء يعني لو أن كافرا أهدان هدي أقبلها المقوقس أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة اليهودية أهدت النبي صلى الله عليه وسلم شاه مصلية يعني شاه يا جماعة مشوية شاه مشوية وعلمت أن نبي صلى الله عليه وسلم يحب أكل الذراع منها لما سألت عن ذلك بأن يحب النبي فألوا ذراعها فلذلك أكثرت السم في ذراع الشاه وحشت السم في بقية الشاه لكن أكثرت في الذراع لأجل النيل من الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبالفعل قبل النبي الهدية صلى الله عليه وسلم وجلس النبي صلى الله عليه وسلم على الطعام هو وأصحابه نيجن بص إيه اللي حصل فأخذ صلى الله عليه وسلم الذراع فأكل أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الذراع فأكل منها وأكل رهط من أصحابي ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسكهم الأم أفق عج يأكل عج يأكل وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ارفعوا أيديكم فإن ذراعشات تخبرني أنها مسمومة المهم النبي صلى الله عليه وسلم شعر بالسم فأمر أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم بأن يمسكوا عن الطعام أنه ما عمش تأكلوا خلاص ما عمش تأكلوا طبعا كان منهم من أكل فابتلع يعني ذي بشر مثلا أكل وبلع أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا كه بين أسنانه إلى أخير على إثر ذلك ألوم يتوني بتلك اليهودية المرأة اليهودية التي أهدته تلك الشاة المصلية فأتي بالمرأة اليهودية فالنبي صلى الله عليه وسلم قالها أسممت هذه الشاة أنت حطت في الشاة سم أسممت هذه الشاة فقالت له سممت الشاة نعم حطت في الشاة وحطت لك كمان وكأكثرت السم في الذرع أكثر خلي بالكم معايا جدا فلما اعترفت بذلك قالت له إيه قلت إن كنت نبيا فالله جل وعلا سيعلمك ويخبرك إن كنت أنت نبي ربنا يخبرك بالواحي ومش هتاكل منها ومش هتموت كذا بالسم هذا أما إذا لم تكن نبيا بأل أراحن الله منك فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعلمها أن الله جل وعلا ما كان له أن يمكن لها من ذلك وعفى عنها شوف هنا سمح به عفى عنها النبي لأنه محدش مات لغاية اللحظة لي محدش مات صح أذو من أثر السم ومكيدة خطيرة وقتل مع صبت الإسراء لكن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنها في رواية أبي داود في رواية أبي داود فمات بشر على إثر الأكلة اللي أكلها دي بعدها بشوية أميت فأمر النبي بقتلها فقتلت واحد يقول لي اللهم هنا فين العفو بقى بقول له عفى عنها النبي صلى الله عليه وسلم بسبب جرمها هذا أمر من المنتهي لكن لم يقتلها النبي إلا لأنها قتلت إنسانا ده قصاص ده قصاص ما فينش كلام عن إطلاق قتلت نفسا فتقتل فتقتل على طول مباشرة إنما لما أضرت بهم بالسم لكن لم يمت أحد على إثر السم النبي عافى عنه لكن لما هنا بقى في قتل لا دا موضوع تاني خالص دي حقوق طيب واحد يقول لي تمه النبي مات على إثر هذا السم على إثر هذا السم يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ هنا فيه خيبر السم ما ماتش به فورا فبنقول لهم خلي بالك والله يعصمك من الناس مش بيعصمه من الأذى ولا من الضرب ولا من الكلام ده لا ده يعصمه من إي يا جماعة يعني يعصم دعوته والوحي الذي ينزل إليه من الناس حتى تكتمل الرسالة لغاية ما الوحي يكتمل كله لغاية ما الدعوة تكتمل بالكلام محدش يقدر يمنع الرسالة على الإطلاق إنما هنا العصمة يا جماعة عصمة رسالة وليست عصمة بدل طيب سيدنا النبي واحد يقول لي مات على أثر السبنة عام والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا كما في الحديث الصحيح لازل أثر السم اليهودية قالوا إنه حتى قطع أبهاري حتى قطع أبهاري إنه اعترف من النبي صلى الله عليه وسلم ولكن المعجزة تبينت هنا إن النبي ما ماتش على طول على أثر السم ده كان الكلام رفي خايب رشوف عاش بعد والنبي صلى الله عليه وسلم بقيت سبعة عاش سنة ثمانية من الهجرة عاش سنة تسعة من الهجرة عاش سنة عشر من الهجرة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني عاش السنوات دي والأثر السم يبقى بأمر الله في جسده لا يقتله أبدا حتى يكتمل الوحي وحتى تتم الرسالة بإذن الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتمامت عليكم نعماتي ورديت لكم الاستامدين لغاية ما تم الأمر بإذن الله جل وعلا مات على إثر ذلك ليه حتى يجمع الله له بين النبوة والشهادة يبقى النبي شهيد واخدنا أجر الشهادة فاجتمع له أجر النبوة واجتمع له أجر الشهادة اجتمع الاثنين معا للحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أن ألتقي بكم ويكون في حلقة قادمة إن شاء الله جل وعلا أقول للجميع السلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته إزلا